السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أنا قاعد أمطر السنانير والظاهر الصيد الضعيف فطرت علي بعض السوالف من سوالف الحداق اللي أحب أذكرها ويكون فيها فايدة هذه السالفة قبل تقريبا يعني عشرين سنة حوالي التسعينات فكنت مرة طالع ورايح الخبجي وكنت الحالي بسيارة جيب وقاط السنانير وبعد ما قطهم أنطر قعد بالسيارة كان الجو زيحني يعني وكنت أيامها مسوي لي كرسي كرسي حديد حدادها يعني مسوي لها ماكل السنارة واخلي دائم ساعات عندي إذا بغيت أحدك يعني بسنانير سخارة قاعد أليه وعدك فأنا قاعد كنت داخل السيارة فضربت واحدة من السنانير الكبار ضربة قوية فنزلت بسرعة فبطلت الباب ونزلت ما انتبهت للكرسي هذا اللي أنا حاطه ويضربني على ركبتي ضربة قوية من قوية ضربة دار راشي جيتني حالة غماء وطحت على غطى السيارة تمسكت في غطى السيارة صوب الجام مسكتها لطيح فقعدت شوي ووعيت حات بعد ما وعيت وأكمل رجل يتعرج وقعدت تحدق ورجل يتعورني يالله يمشي عليها إلى أن رديت الديرة رديت الديرة وزادت عليه زادت وبدت وانتفخت وقمت أمشي بعصى تحرولت خلاص الرجلي هذي مع التحرك من الركبة اللي انتفخت وعوار فقمت رحت الطبيب عالج حولوني على العلاج الطبيعي فقعدت بالعلاج الطبيعي ما كملت قالوا يبيلك علاج مكشار أو شيء ما قعدت لي اسبوعين زهكت ما شفت شيء حطوا لي أجهزة وحراري ومدري هيش ما شفت يعني نتيجة فعقب هالسبوعين طلعت اشتكت للحداك يعني ما حتى قمت روح للبحار وهذا من رجلي فتحاملت على نفسي وقلت بروح أحدك كان وقت موسم شام شامل أجرق بالفنطاس فتحاملت نفسي وخذت سنارتي وغراضي ورحت وان أحرج وعلى عصى اتعكز على العصى يوم وصلت السيف هناك ويشوف نولق واحد من أخوياي اللي هو ابو حمد اللي لقاني اجزارني بالرحلة هذي يوم شافني الله يذكر ابو الخير سلامات ابو ناصر سلامات شفيك قلت والله سالفك كيت وكيت ورجلي كلش على العين ما قدر أمشي منها ومثل ما تشوف على العصى قال لي اسمع سالفتي وبعدين أعطك إن شاء الله النتيجة قلت سالفتك قال أنا هو يشتغل بالحرس ورياضي يعني يدش السباقات للجري فيقول المسوين يوم رياضي في الحرس وكنت أنا مشترك في مسابقة الجري وهو إن شاء الله نشيطه سريع يقول وانطلقنا بالجري يقول واطلع الأول يقول يوم طلعت الأول ما أمداني أتعدى ولا أني طايح شي ضرب ركبتي ما أدري شيني ضربها يقول الله العالم إنها مثل العين يقول وطيح وتذيني ركبتي وتقعد تتعورني وزادت يعني في شكل ما تتصور من شدة العالم نفس حالتك أكثر وقمت أعالج ماكو فايدة ولدرجة إلي سكت السيارة أهلي معاي من شدة العوار يهمزون رجلي ولأنهم تقول نص الليل أفوع من عوارها يقول بشكلة أنا ساكن في شقة بالدور الثاني وما فيها سنصير ولجي تصعد حال عدوك درجة درجة يالله أوصل ويالله أنزل يقول نفس الشيء قعد سهقت يقول قلت لا فروح أحدك مليت من القعدة هو عنده طراد ما شوه عشرة قدم ألمنيوم يقول وحراكنا عند العمارة يقول وعزم ذاك اليوم قد خلنا أطلع فيه في الساحة يقول ساعة ساعتين أشرح صدري وارجع يقول والله وركبه على السيارة يقول واسحبه ونزل من عنده مسنة البدع ويا الله نزله ويا الله يساعده اللي عنده شوي يقول و و ونزلت الطرات يقول على أساس نازل أنا حول الظهر أول العصر يقول بقعد لساحة ساعة ونصف قبل المغرب أرجع يقول ونزلت ويوم رحت شوي قدام المسنة ما بحت يقول وأقعد أحدك يقول وأحدك ماكو شي شوي يضرب عليه كم يقول وأطلع على الكم يقول وأمسك راسه وفلم الميدار يعني عرف له وقت طبع حار يقول يقول قعدت شوي ويضرب لي واحد منقس يكبر منه يقول وأطلعه وأقعد عابل ماسك راسه عابل فيها بيطلع على الميدار يقول ويلفط من يدي ويطير فوق يقول يوم طار فوق ويرد مرة ثانية ويطيح على ركبتي وتدخل الشوكة مالته داخل ركبتي ومعروف الشوكة مال تلكم مثل ميشار مشارشرة يقول من حر مونس من الألم يقول وأنا مسك راسه وأمسعه وأطلع شوكته من الركبة يقول يوم طلعته ولا نافورة الدم يقول ويقعد يطلع مني دم نافورة يقول ويدور راسي وأطيح بالطرات يقول طحت بالطرات ولا وعيت إلا الساعة 12 بالليل يقول لا ليت معي لا شي بطلع شسمه وعلى طريق يخوت والله حفظني وستر علي ما حد دعمني ولا حد سبحان الله ما عندي شي بيين طرات في خير لا ليت ولا شي يقول يوم وأنا دور الليت وبطلة ويشوف القاعة والقاعة الطرات كلها دم متروسة دم مسود يقول وأنا ضفت شوي وأنا ضفت من الدم وكتة وهذا وقست الرجلي يقول حالتي حالة تكسفت يقول وأرجع مرة ثانية للمسنة ويقول يومتي تنزل وطيح بعد وزلق وطيح عليها يقول طلعت ذاك اليوم كانت عجر يقول والمهم مني خذيت سحب طراتي وصلت الشقة هناك ووقفت طرات يقول واجعت صاعد حق الشقة دور الثاني يقول يوم صاعد يقول واصل الشقة وانتبه يقول يوم طلعت مش لون طلعت يقول العادة لجد تطلع درجة درجة يقول ما شاء الله طلعت صاعدت الدرجة يعني كان ما فيني شي يقول وأتعجب وأحرك ركبتي يقول سبحان الله تشذب كان في ركبتي شي يقول من طقة هالجم سبحان الله طلعت هالدم يقول وتطيب ركبتي وتخوف وأشوف العافية سبحان الله قال لما قلت لك هالسال فيقول لي علشان تتعرف المغزى ركبتك يبيلها حجامة اللي فيها دم فاسد من الطقة وتجمع فيها الدم وهذا اللي ممثل عليك سو حجامة وإن شاء الله بتشوف خير قلت جزاك الله خير واروح حق المعالج الله يرحم ويغفر له المشهور عبد العالة تيبي بالفاحيل رحت له ودشيت عليه وقلت للسالفة يوم شاف ركبتي قال لي نعم روح سوى الحين حجامة يقول وهو طلع منه واروح حق حجام مشهور بالفاحيل اسمه اسلم يعني حلاك باكستاني وهذه صارت عليه سالفة والتهمون انها يعني يعدي بليت مع الخرابيط وظلموه ووديش عليه يا الله انزل من السيارة معاي حصاتي وحالتي حالة وانزل وديش المحل قتلا بي تسوي الحجامة حق ركبتي ويدخل قرفة صغيرة داخل المحل لها باب وطلع ركبتي له ويجيب المطهر والموس وكذا ويشطب ويسحب منها تقريبا ثلاثة قلاسات متوسطة دم من اسود قال خلاص هذا اللي فيه كله طلع ويحط عليه لزاك ويعطيه مدركة ممكن ثلاث دنانير واطلع للسيارة بدون عصا نازل بعصا وطلعت بدون عصا وتخف رجلي سبحان الله وطابت والله الحمد فيعني عنا ما ننتبه احيانا الواحد يصير فيه اصابة قديمة او طيحة او شي ضاربة وما يدري انه يكون فيه نزيف داخلي صار وتجمع الدم وفسد وقام يأثر عليه وياخذ علاجات لكن ماكو فايدة اذا ما طلع هذا الدم ما راح يعني تعافى ففعلا ان هذا علاج النبوي شريف اللي الحجابة فعلا تنظف الجسم من الدماء الفاسدة ويعني هذه فعلا النصيحة وتجربة يعني انا جربتها وارجون تكون ان شاء الله السالفة يعني يعجبتكم استمتعتوا فيها واستفدتم منها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته